اه زيزي مشاهدة اهلا بيك في حالة جديدة على القناة عرب هاردوير في حالة النهاردة حابي بجاوب على سؤال وجودي موجود في الصورة الى ايام الاخيرة او الفترة الاخيرة وهو ما هو او تتبع الاشعاء بالمعنى المعقد هو قدرة الكمبيوتر على انتاج صورة رقمية عالية الجودة باستخدام تتبع مصار شواع ضوء محاكاة اثار تسليط الدوء على الاكسام الافترضية طبعا ما انتش فاهم حاجة بص يا برينز تتبع الاشعاء او قدرة الكمبيوتر باستخدام معالجة الهاردوير المتاح وفي الحالة دي هيكون كارتي الشاشة بما انه المسؤول الاول والاخير على انتاج الصورة اللي بيبان قدامك انه يشوف مصدر الدوء جاي منين ويعالج الاكسام اللي هتقابل مصدر الدوء ويقدمك الاثار المترطبة على تواجد الشعاع الده على الجسم وعلى المشهد ككل التكنيك ده او الطريقة دي من المفترض انها هتقدم نتايك في غاية الدقة وتفاصيل اكتر واوضح للمجسم ومحاكاة قريبة للمفترض ان عين الانسان بتشوف بيه المجسمات دي طبعا الموضوع ده عشان يتم لازم يكون فيه هاردوير ولازم تكون فيه حاجات بتدعم هذا المحتوى وطبعا لازم يكون فيه سحر اسود فالهاردوير موجود بشكل متخصص والالعاب بقت موجودة بس المهم المعادلة اللي باينة قدامك ودي اللي غالبا انت مش فاهم منها اي حاجة بس لو بصيت عليها هتلاقي ان الشعاع مش بس بيأثر على المجسم اللي الدوء بيغبط فيه لا ده هيأثر على كل حاجة مرتبطة بالمشهد اللي قدامك سواء تفصيل المجسم الطريقة اللي هتتصرف بها المجسمات اللي حوالين المجسم الاساسي وطبعا الزلالة اللي هتكون موجودة بسبب تصليط الدوء على المجسم ده والمجسمات الابعية الريت ريسنج مش وليد اللحظة الريت ريسنج كتكنيك في عملية تكوين المشهد اللي قدامك موجودة من سنة 1980 كان على ايد جمع اسمها اساكا ودي جمعة يابانية واتمنى اكون ان انا قلت اسمها صح ودي جمعة كان عندها كمبيوتر سيستم كامل حاجة كده زي السوبركمبيوتر بس على سكيل صغير مكوم من حوالي 514 وحدة معالجة عشان بس تنتج صورة واقعية سلسية الابعاد فتقنية او تكنيك زي الريت ريسنج معقدة جدا وبتحتاج كم كبير جدا من المعالجة لكنها في النهاية بتنتج صورة في غاية الروعة وكلنا لمسنا حاجة زي كده في واحد من اشهر افلام بيكسار كارز فموضوع الريت ريسنج ما هواش جديد بصورة عامة لكن توجده كريل تايم رندرينج ده اللي جديد اول مشروع في عالم الالعاب ان لعبة تكون معتمدة على التكنيك ده كانت نصحة خاصة من لعبة كويك وورز ريت ريسنج في سنة 2008 وكانت اللعبة بتشتغل على اقصى دقة عرض لها سبعمية وعشرين بي اللي هي الاتش دي بمعدل من اربعتاشر للتسعة وعشرين فريم في الثانية الوحدة وعلى منصة من انتل فيها اربعة بروسيسور من زيون كل بروسيسور اربع عنوية ما كانش ساعتها لسه فيه رفاهية الهايبر تريدينج وبالتحديد البروسيسور ده الاكس سبعة تلاث تلتمية وخمسين وبيشتغل على تردد اتنين وتسعة ديجاهردس ومن 2008 كانت فيه محاولات كتيرة من شركات الهاردوير خصوصا انفيديا واي امي دي انهم يجيبوا التقانية دي لعالم الالعب بس بشكل اكبر وتنجح انفيديا بسبب هيمنتها على سوق كروة الشاشة في انها تنتج كارت زي الارتي اكس 2080 تي اي تنين انفيديا المجنعة لوحده قادر ينتج ما يقارب من 10 جيجا ري من محتوى الريت ريسنج وكل اللي بيمتلكه بس عدد 68 نواة معالجة باسم الارتي كورز انوية مهمتها الاولى والاخيرة حل المعادلات المعقدة عشان تبين لك جمال الريت ريسنج فانفيديا قطعت شوت كبير جدا عشان تعمل لنا جيل يكون فيه الريت ريسنج جزء اساسي من تكوين المشهد ونشوف جمال الريت ريسنج في الالعاب طبعا اسمع واحد يقول لي انت لسه قايل من شوية انه كان موجود في الافلام عادي جدا ايه الجديد اللي هيكون موجود في الالعاب عن الافلام في الاخير انت مش شايف كواليس انتاج الفيلم انت بس بتشوف الناتج النهائي اللي مش بيكون طالب منك هاردوير معين او بمعنى اصح هو مش طالب منك مجهود اكتر من الفرجة والفشار لكن في الالعاب انت ضليع في تكوين المشهد لانك محتاج تجيب هاردوير معين قادر على انه يعالج المعادلات دي ويحلها في نفس الوقت اللي بيتماشى مع سير احداث اللعبة زي ما المطور عامل فالحمد لله الهاردوير موجود والالعاب موجودة اي نعم بيتعدوا على صابع اليد وعشان يكونوا موجودين خدوا مننا وقت كبير بس مش مشكلة سبرنا ونولنا ولا فيه كلام تاني في يوم الخميس في تمام الساعة السادسة بتوقيت المانيا الموافق 20 سبتمبر 2018 كنا متواجدين في مؤتمر لانفيديا اعلنت فيه عن الجيل الجديد ليها تيورين الجيل الثوري اللي هيحيل ريت ريسنج في الالعاب واستخدام قوة الاي اي اي في تكوين المشهد في الالعاب وفي 2019 وبالتحديد في معرض جي دي سي انفيديا تعلن عن مؤتمر تاني ليها وتعلن فيها عن شوية حاجات من اهم الحاجات دي اللي اعلنت عنها في المؤتمر ده كان تحديث يشغل الدي اكس ار على كروت الجي تي اكس بداية من الجي تي اكس 1060 ستة جيجا مررا بالالف سبعين 1070 تي اي 1080 والالف تمانين والالف تمانين تي اي نضيف على القايمة الالف ستومائة وستين والالف ستومائة وستين تي اي ده طبعا بعيدا عن كده كده التقنية شغالة مع كل كروت الارتي اكس فهنا بقى محتاجين نقف دي احداد على الناس اللي اشتريت كروت الارتي اكس ونقول لهم شكلكم كده استعجلتم الحقيقة عشان نشمت في الناس دي محتاجين نبص على الموضوع من اتجاه مختلف اول مرة استلامت فيها كارت من كروت تيورينج قلت الجملة دي بالتحديد الكروت الجديدة معمولة عشان الكروت القديمة ممكن تشغل عشان دعمها لمكتبة بس مش بنفس سرعة الكروت الجديدة يبقى اللي انا قلته من سبع شهور او حصل وبقى عندنا كروت مفيهاش ارتي كورز بتشغل الريت ريسنج لسحر وقلاش عوازة يبقى هنا ايه اللازمة ان اشتري كروت فيها ارتي كورز عشان اشغل الريت ريسنج وانا قادر ان بكارت هيكون اقل سعرا برضو هيشغل الريت ريسنج لان على حسب يا عم مصطفى ما انت لسه قايل ان الريت ريسنج موجود من زمان مش بننبارك هو في الحقيقة انت معاك حق في النقطة دي بس زي ما انت شايف انفيديا عملت انوية مخصوصة عشان بس المعادلات او المحتوى اللي بيعتمد على تكنيك الريت ريسنج فطبعا العملية اللي قلت ان هي معقدة دلوقتي هتكون احسن لان مهمة الانوية دي بس انها هتعالج المحتوى ده بس ما يمكن كروت الجي تي اكس بانوية الكودة لوحدها بداية من الجي تي اكس 1060 لحد الجي تي اكس 1660 تي اي تشغلها انا هسيب الموضوع ده للنتايج بس قبل ما اروح للنتايج خلينا نبص على انواع الريت ريسنج لان على حسب ما شفت الشركات مش بتتعامل مع التكنيك ده بنفس الطريقة في مثلا الشركات اللي بتعتمد على النوع الاول في الريت ريسنج وهو الريفليكشنز او الانعكسات زي باتل فيلد 5 اول الالعاب لطبقة الريت ريسنج في معظم مشاهد اللعبة والفكرة في الريفليكشنز في لعبة زي باتل فيلد 5 انها تحكس المجسمات زي ما هي مرسومة في حاجة مثلا زي المي او تعكس الانفجارات اللي بتحصل في جزء معين من المشهد على مجسم تاني المجسم ده ممكن يكون دبابة عربية مراية وفيه الادفانسد ريفليكشنز وده مستوى اعلى من الريفليكشنز اللي موجودة في لعبة باتل فيلد 5 وحتى الان متواجدة بس في الديموز ومنصة الاختبار 3D Mark Port Royale الفكرة في الادفانسد ريفليكشنز ان بدل ما هيتم التعامل مع الانعكاسات على الاسطح المتساوية الانعكاس هنا هيتم مع الاسطح اللي ليها كيرف زي ما قدمه ده بين قدامك النوع التالت من الريتريسنج وهو الجلوبال إلومينيشن ودي اللي اعتمدت عليها لعبة مترو إكسدوز اول الالعاب اللي نزلت في دعم الريتريسنج ودي اللي قس مع بعض وقت الاطلاق الفكرة هنا ان المطور اعتمد على ان الضوء هو اللي هيكون المشهد اللي قدامك منزلاء وتفاصيل وانعكاسات فعلى حسب الالعاب اللي فاتت اللعبة دي الوحيدة اللي غالبا عشان تلعبها على اعلى اعدادات هتضحي بمحفظتك يهتضحي بالريزولوشن ايوم اقرب بالنسبة لك لان ده اقوى كارت من انفيديا اللي هو الارتي اكس 2080 تي اي وعلى اعلى اعدادات لللعبة وعلى دقة عرض 2160 بي او الترا اتش دي او فور كي زي ما بتحب تقول وطبعا مع تفعيل الريتريسنج على اعلى اعدادات لها الكارت بس جايب حوالي 47 فريم النوع الرابع والاخير من الريتريسنج اسمه غريب شوية وترجمته اغرب الحقيقة النوع الرابع اسمه كوستيكس او الحاركات بالعربي بالصراحة انا بعد ما ترجمتها ندمتي انه قلت اسبعها عشان كده في بعض المصطلحات ترجمتها لللغة العربية ببان بمعاني غريبة جدا بغض النظر على المصطلح والترجمة بتاعته اللي بتعمله الكوستيكس بالزبط انها بتعكسوا الضوء وبتكسروا على الاسطح المنحنية او انعكاس لمجسمات تانية على نفس الاسطح والتكنية زي دي بتقدر تشوفها في حركة المية وعكسها للضوء بالتالي بتلاقي منها مناطق منورة ومناطق مضلمة حتى الان النوع ده من الريتريسنج مشظاهر الا في الديموز بتاع لعبة جاستيس الى جانب ان الديمو ده بيستغل انعكاسات الريتريسنج والظلال اللي بتنتجها اللي موجودين في لعبة باتلفيلد ولعبة شادو اوف زا تومب ريدر فدي كانت انواع الريتريسنج اللي انت هتقبلها في الالعاب حاليا والديموز عشان نقول فعلا اننا بقى نقدر نشغل الريتريسنج على كروتي الجي تي اكس ونشمت في الناس اللي اشترك كروتي الارتي اكس انا هعمل اختبار بسيط جدا هو مش بسيط الحقيقة لان انا هاخد كروتي الجي تي اكس بداية من 1066 جيجا لحد 1660 تي اي ونجربهم على النص اللي هتظهر لك حالا اللي هيكون البروزيسور فيها الانت الكور اي سيفن تمانية سبعمية كي عشان محدش يجي في التعليقات يقول لي ليه ما بتستخدمش انتل المهم ان سبب اختياري للبروزيسور ده ان الريزوليوشن اللي انا هشتغل عليه هو الالف تمانين بي وده الافضل لدقة العرضي بسبب ارتفاع تردد السنجل كور وبعد كده هحط الكروت دي في مقارنة مع كروت الارتي اكس بداية من الالفين ستين لحد الالفين تمانين تي اي ليه؟ اللي بيستخدمه الاربع انواع من الريت ريسنج وهتجربه مع الكروت والنتيجة كانت كالقاتي ان كروت الجي تي اكس خصوصا من معمارية باسكال موقفها لا يحصد عليه في العاب على دقة عرض الف تمانين بي كارت زي الالف تمانين تي اي اللي مفترض انه بيترجط دقة اعلى منها بكتير بيحقق عدد فريمات اقل من الخمسين فريم وبلاش نعلق على اداء كروت الجي تي اكس كلها على منصة ثري دي مارك بورت ريال ومع الزيادة في انواع الريت ريسنج او طريق استخدام كل مطور ده خلى كروت الجي تي اكس تعاني جدا في الاداء خصوصا لو بصيت على لعبة زي مترو اكسلوس مثلا اللعبة حرفيا بتقتل الكروت 11 فريم في اللعبة اللعبة بتقطع وحالتها حالة فمن الاخر كده لو عاوز تجرب الريت ريسنج اشتري كروت مش مقتنع اشتري كروت الجي تي اكس وهو ما عندك دلوقتي الفرصة في انك تجرب التقنية بس عشان تعرف تلعب انها مش موجودة يبقى من الواضح كده ومن النتائج الاتية انفيديا بتستعرض عضلة الجيل الجديد بتاعها تيورينج حتى واندعمت تواجد الدي اكس من التعامل مع محتوى الريت ريسنج الى ان النتائج مش في مصلحة كروت ال جي تي اكس وكلها وبكده وبالدليل القاطع انفيديا بتثبت ان الهيوت جيليب اللي تكلم عنها جينسون هونج في التعريف باداء الجيل الجديد مقارنة بجيل باسكال اللي لازالت الشركة حتى الان بتعتبره واحد من اقوى كروتي الشاشة اللي تم انتجها اللي ان ده ما يمنعش ان الجيل الجديد متفوق من حيث البجور وكمان متفوق من حيث عمليات المعالجة التقليدية اللي بتكون عبارة عن خليط بين عمليات الفلوتنج بوينت واوامر الانتجر اللي اتكلمنا عنها طبعا بتحلقة فاتت فلو بصيت على الشكل اللي يظهر قدامك هيبسط لك الامور اكتر هتلاقي ان معمارية باسكال بتعالج الفلوتنج بوينت مرة وبعد كده بتروح تعالج الانتجر مرة في حين ان معمارية تيرينج قادرة تتعامل مع العمليتين في وقت واحد فالطبيعي ان المشهد هيترندر اسرع وكده كده عدد الفلوتنج هيزيت بمعدل خمسين في المية ضيف على كده انك لو حطيت الريت ريسنج والديب ليرنينج سوبر سامبلينج في الحزبة فاكيد فيه تفوق ملحوظ لمعمارية تيرينج على صعيد تاني مكتبة الريل تايم ري تريسنج بتكبر يوم عن يوم في البداية ما كانش عندنا الا لعبة واحدة وهي بات الفيلد فايم الاداء في البداية ما كانش على قدر توقعاتنا وده عشان ما كانش فيه استغلال لانوية المعمارية التلاتة مع بعض دلوقتي بقى فيه ثلاثة العاب بليابل بالريت ريسنج والديق الاساس وعلى وشك ان تنضم القيمة الالعاب لعبة كنترول وفيه لعبة تانية اسمها بامباير زي ماسكر بلاد لاينز تو في سنة الفين وعشرين تنزل ده بجانب انضمام انريل انجين ويونيتي انجل لقيمة محركات الالعاب اللي بتدعم مكتبة فمن الواضح كده ان المستقبل في الالعاب وجيل تيورنج هو عبارة عن تجربة اولية حتى الان هي تجربة نجحة على صعيد الاداء وعلى صعيد الفيجول اي نعم في البداية كان فيه شكوك ان الجيل ده من الاساس الاستعجال كان اطبر عائق لي او كنا جالبا متأكدين فمن هنا احاوز اسمع رائق تحت في التعليقات لايك لو حلقتنا عجبتك سبسكرايب لقناة عرب هاردوير عشان يجيلك اشعار بحلقتنا اللي جاية وكالعادة اشوفكم في الحلقة الجاية